اشتركوا في القناة ووحده الذي يشعرنا بالشبع من العطش لماذا لا نستطيع أن نروي عطشنا بأي سوائل أخرى بالرغم من احتوائها على الماء بشكل أساسي تابع معنا هذا الموضوع الشيق ولكن فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الإشعارات رغم أنك شربت كأسا كبيرا من العصير وفنجانا من الشاي لكن وحده الماء القادر على إرواء عطشك مهما شربت من سوائل مختلفة فلماذا المياه فقط من بين باقي السوائل قادرة على جعلك تشعر بالارتواء؟ ما هو العطش؟ من أجل فهم السبب عليك في البداية أن تعرف ما هو العطش ولماذا نشعر به العطش هو آلية الجسم الحيوية في الحصول على قدر كاف من السوائل الراطبة وغالبا الماء ويرتبط العطش بانخفاض كمية السوائل داخل الجسم أو زيادة أسمولية بلزنة الدم والأسمولية هي تركيز الجسيمات المذابة لكل كيلو جرام من المذيب السائل وفي هذا الحال يعتبر المذاب هو الماء والمذيب هو الدم فمع زيادة جسيمات الماء المذابة في الدم يحتاج الجسم إلى المزيد ما يولد الشعور بالعطش من هنا كانت الإسمولية المقياس الطبية لتشخيص بعض الأمراض مثل الجفاف والسكر بطريقة أكثر علمية فإن الشعور بالعطش يتولد عندما ينخفض حجم السوائل خارج الخلية ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم واستقبال مستشعرات الضغط في الجسم في هذه الحالة الأمر الذي يؤدي إلى إرسال سيالات عصبية للدماغ لتنبيهه فتشعر بالعطش نفس الأمر يحدث عندما تستشعر مستشعرات الأسمولية إلى زيادتها فتتولد الرغبة بشرب الماء لإسكات العطش ويعود الوضع إلى الطبيعي داخل الجسم بمجرد شرب قدر كاف من الماء لماذا الماء على وجه الخصوص؟ لا شيء يحل محل الماء لا الشاي ولا القهوة ولا العصائر على اختلافها والسبب في ذلك يعود إلى الجينات المنسوخة منذ آلاف السنين في أجسامنا فكل شراب سائل غير الماء يتألف من مكونات مختلفة لها تصريفاتها المختلفة داخل الجسم في حين أن الماء وظيفته الوحيدة إرواء العطش وليس له أكثر من طريقة لتصريف داخل الجسم بمعنى آخر يتألف الشاي على سبيل المثال من السكر والكافيين ومركبات أخرى ينشغل الجسم بالتعامل معها بمجرد وصولها للمعدة بينما الماء يمكن استخلاص ما نحتاج منه بسرعة كبيرة وهو إرواء عطش الخلايا في الجسم أضف إلى ذلك أن دراسة حديثة قام بها علماء من جامعة ميلبورن الأسترالية توصلت إلى أن المخ مبرمج على التعرف على الماء فقط وتوليد الشعور بالرضى والارتواء بعد شربه في حالة العطش هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد ملاحظة أن شرب الماء بعد أداء مجهود تسبب بالعطش أدى إلى تنشيط مناطق معينة في المخ وتحديدا في القشرة الحزامية الأمامية والقشرة المدارية الجبهية وهي المناطق المرتبطة باتخاذ القرارات العاطفية والشعورية أضف إلى ذلك أن نفس الدراسة توصلت إلى أن المخ يقيس درجة التشبع ليحث الشخص على التوقف عن الشراب حيث لوحظ وجود نشاط زائد في مناطق معينة من المخ مثل المخيخ والقشرة الحركية والبتمين عند الوصول إلى مرحلة الارتواء هذه المناطق هي المسؤولة عن تنظيم الحركة في الجسم لذلك تضيق فتحة المريء لا إراديا عند الارتواء لحثك على الاكتفاء من الشرب لهذه الأسباب البسيطة تجد أن المياه وحدها من تنجح دائما في إخماد الشعور بالعطش في يوم صيفي شديد الحرارة والآن لعلك تتذكر أوقات كثيرة كنت تشرب فيها العصير بكثرة ولا تشعر أن عطشك قد ارتوى على الرغم من معدة ممتلئة الماء وحده هو الذي سأروي عطشك فسبحان الله دائما وأبدا على هذه النعمة الرائعة الماء عديم اللون والطعم والرائحة أيضا حتى لا تمل من شربه أبدا ما حيت وهذه نعمة أخرى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها زاءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم آمين عزيزي المشاهد اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا